أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو التي أعلن خلالها أن خطة الحرب الإسرائيلية لن تتغير رغم مساعي رئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى هدنة لا تستهدف الرد على خطة بايدن بقدر ما تستهدف الداخل الإسرائيلي أوضحت الصحيفة أن نتنياهو لم يؤيد أو يرفض صراحة خطة وقف إطلاق النار المقترحة التي ترحها بايدن وأكد مسؤولان إسرائيليا أن اقتراح بايدن يتتابق مع اقتراح وقف إطلاق النار الإسرائيلي الذي حصل على الضوء الأخضر من جانب حكومة الحرب الإسرائيلية